اشتركوا في القناة وكيف نقوم بتدعيم طيورنا بعد مرحلة غيار الريش لكن اخواني هناك خطأ يقوم به البعض يعيق الانتاج رغم الجهوزية يعني رغم انك تكون لديك طيور جاهزة ذكر وانثى في قمة الجهوزية لكن لا تنتج هنا اين المشكل المشكل اخواني انه المربي هو الذي يقوم باختيار الزوجين المراد الانتاج بهما هذه السنة ان شاء الله يعني المربي عنده مجموعة من الطيور فيقوم بنزع ذكر وانثى وادخالهما في قفص التزاوج يا صديقي انت لست همان تختار ولا الزاكر بل الانثى هي التي تختار الزاكر يعني ماشي انت اللي تختار الانثى للذكر اللي عندك جاهز ولا الزاكر هو اللي يختار الانثى الانثى هي اللي تختار الزاكر يعني الانثى باش تتزاوج مع الزاكر لابد ان تكون قابلة به كيف يعني لكل من لديه طيور أكثر من زوج واحد فعليه أن يترك الإناث هي التي تختار الظكور جميعنا نعلم إخواني أن الظاكر عندما يجهز يقوم بالتزوج مع أي أنثى يعني لديك ذاكر جاهز وهائج تضع أمامه أي أنثى فيقوم بملاحقتها ويريد التزوج معها كما يستطيع أيضا أن يتزوج مع أكثر من أنثى واحدة فهو لا يهمه يعني الظاكر ديرها مع أي أنثى يكون جاهز يقوم بملاحقتها ويريد التزوج لكن الأنثى العكس الأنثى تتزوج فقط مع الظاكر الذي تقبل به فهمتني يا إخوتي يعني إلى الأنثى توافقت مع الظاكر لأنها نترك في غرفة نقوله إحنا مثلا عندك ثلاث ذاكر وثلاث إيناس كل واحد رفل قفص تها الظاكر هيتغرد كل أنثى راح تختار الظاكر ليعجبها هي يعني حتى ترفض عليه بعض النوطات من تغريد تها عندك ثلاث ذاكر وأنثى واحدة الأنثى سوف تختار طبعا ذاكر واحد فقط ولا تقبل بالظاكرين الآخرين لكن عندك أنت ظاكر وثلاث إيناس فالظاكر أي أنثى تدخلها معها ويكون جاهز فسوف يقوم بملاحقتها والتزوج معها فهمتني يا إخوتي يعني أركز على الأنثى ما تديرهاش معا أي ظاكر إلا كان عندك ظكور كثيرة واش تدير إخواني لك تشوفه في الفيديو واش تدير تقوم بوضع يعني الظاكر الهائج تعاكل جاهز تضعه في الأرض وتقوم بوضع الإيناس التي عندك في الغرفة يعني عندك زوج إيناس ولا ثلاثة ولا أربعة تحطهم أمام الظاكر هنا الظاكر واش تدير طبعا هو جاهز وهائج ويريد التزوج هنا يقوم الظاكر بالرقصات وكذلك بالتغريد كما نقول إحنا عندنا كاجا كاج هنا سوف تتفاعل معه أنثى أو اثنين أو المهم الأنثى ليعجبها هذا الظاكر سوف تقوم بالرقص كذلك مع بعض التغريدات التي يغريدها الظاكر يعني الأنثى في ذلك المرحلة اللي كانت مع الظاكر في ذلك الغرفة هزت عليه بعض النوطات هنا معنتها الأنثى رأي قابلة بهذاك الظاكر بمجرد ما أنها تقوم بالتغريد معاه وتقرب له وترقص تبقى ترقص معاه فمباشرة إنزع الأنثى هذيك وديرها في قفص التزوج واطلق الظاكر معها ما تختاش أخي ترفض أي أنثى تخيرها أنت وتمدها للذاكر لا الأنثى اللي قابلة بالذاكر واللي اختارته أنت حطه معها في قفص التزاوج أنا نعلم بأنه هذا الخطأ وقع فيه الكثير عندها ثلاث ذوكر وثلاث إينا ثواجدة رأي خلط بناتهم فلم ينتج ابقى هذه الأنثى اللي مع الظاكر اللي خيرت لها أنت ابقى تحوس على الظاكر واحد آخر وتتشاجر يعني سجار عنيف مع الظاكر اللي معها رغم أنه جاهز وهي جاهزة لكن لا تقوم بوضعية التزاوج وما تقبلش بالذاكر الذي اخترته أنت فهمتوني يا خاوتي ما تغلطوش دائما نقول هاكم وهذا هو العامل الكبير يعني العامل الكبير من بعد الجهزية احنا نتكلمنا في المواضيع السابقة عن التجهيز وتوفير الظروف الملائمة للإنتاج لكن نذكركم إخواني هذا الموضوع مهم لأنه الكثير 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 من أخطأ ولم ينتج ينتج قلت لكم باللي عندك ذكور وإناث جاهزة لكن لم ينتج لأنه أخلط يعني حط الظاكر مع أنثى ما يشموها فمعه أنثى تحوس على الظاكر واحد تروح تحطه أنت مع الظاكر آخر لا يا أخي كل ما تشوف أنثى متوافقة مع الظاكر مع أي ذاكر من عندك هذاك هو الظاكر إن شاء الله اللي غادي يتزوج معها وتنتج إن شاء الله أما كان هناك بعض الإناث لا تقوم لا بالتغريد على الظاكر ولا بالرقص ولا تقبل به نهائيا كان هناك إناث عانيدة جدا إلا كانت عندك أنت أنثى من هذا النوع أخي رح شوف أنثى واحدة أخرى يعني أنثى أخرى ويجيبها وإن شاء الله تكوب لي ما يهمش فارق العمر يعني ممكن تكون عندك أنثى عندها تلس سنوات وقعب بتلقافص وتكون عندك وديرها مع الظاكر واحد أخر ممكن أنت تشتري أنثى أخرى لتتوافق مع الظاكر هذاك يعني تقبل بالتزوج معه مباشرة لذا يا إخواني أحسنوا اختيار الأنثى ما تغلطش أخي وتروح تجيب أي أنثى وديرها مع الظاكر تاعك ماش قابلة به كونك متأكد أنه لن يتزوج معها ولن تقبل بالإنتاج حتى ولو كانت جاهزة فهمتوني إخواني كما قلت لكم المواضيع تبعوها تبعوا المواضيع مليح لأنه صدقوني فيها فائدة كبيرة تبع يا أخي ما كانش عندك خبرة ما تعرفش كيفاش تتصرف اسأل موسيقى موسيقى موسيقى